موسيقى ننتقل إلى موضوع آخر دوريد مؤخراً مجموعة من الفعاليات والنشاطات متعلقة بالمبادرة الفحموية وكان هدفها التصدي لظاهرة أو مشكلة العنف المتفشي في مجتمعنا بدنا نتابع هذا الفيديو مجموعة من لعبيت كرة القدم البارزين بباركوا هاي الفعاليات اللي طبعاً هدفها جداً سامي وهادف نتابع السلام عليكم ويعطيكم ألف عافية معكم أونس دبور لعفريك ريدبول سالسبورغ من مدينة الناصري أبعث سلامي لأهل أم الفحم جميعاً ونعز أهلينا هناك على ما أصابهم ونبارك وندعم ونشجع فعالية المبادرة الفحموية وبلدية أم الفحم بمشروعهم ابدأ بنفسك بزيارة الأبناء في المدارس أنا مهران راضي لاعب كرة قدم في أفعال بير السبع من قرية سولم أبعث سلامي لأهل أم الفحم جميعاً ونعزي أهالينا هناك على ما أصابهم ونبارك وندعم ونشجع فعالية المبادرة الفحموية وبلدية أم الفحم بمشروعهم ابدأ بنفسك بزيارة الأبناء في المدارس معكم محمد غدير لاعب أبو البير السبع ابن قرية بير المكسور أبعث تحياتي لجميع أهالي أم الفحم الكراماء ونعزيهم على ما أصابهم ونشجع وندعم ونبارك في فعالية المبادرة أم الفحم وبلدية أم الفحم على فعاليتها أنا مروان كبهة لاعب أبو البير السبع وابن قرية عين السهلة أولاً بقدم سلامي لأهلي بأم الفحم جميعاً وبعزيهم بما أصابهم وثانياً بشجع وبدعم وببارك بفعالية المبادرة الفحموية وبلدية أم الفحم بمشروعهم ابدأ بنفسك بزيارة الأبناء في المدارس بتمنى من الجميع المشاركة وإنجاح هاي المبادرة أنا دي أصابي على أم مكابنة ثانية من قرية نجل كروم أبعد سلامي لأهل أم الفحم جميعاً ونعزي أهلينا هناك على ما أصابهم ونبارك وندعم ونشجع فعالية المبادرة الفحموية وبلدية أم الفحم بمشروعهم ابدأ بنفسك بزيارة الأبناء في المدارس مع قلن الضبور لأبناء اللد من مدينة الناصري أبعد سلامي لأهل أم الفحم جميعاً وبحب أعزي أهلينا هناك على ما أصابهم وأبعد نبارك وندعم ونشجع فعالية المبادرة الفحموية وبلدية أم الفحم بمشروعهم ابدأ بنفسك بزيارة الأبناء بالمدارس يعطيك ألف عافي معك لعب اتحاد أبناء سخنين محمود قنديل من قرية المكر أبعد في سلامي لأهل أم الفحم جميعا ونعز أهلنا هناك على ما أصابهم ونبارك وندعم ونشجع فعالية المبادرة الفحموية وبلدية أم الفحم بمشروعهم ابدأ بنفسك بزيارة الأبناء بالمدارس اسمي أنس ناصر محميد من أم الفحم لعب بويل كتامون القدس أولا أبعد سلامي لأهل أم الفحم جميعا ونعزيهم على ما أصابهم نحن نشجع وندعم فعالية المبادرة الفحموية وبلدية أم الفحم بمشروعه ابدأ بنفسك وزيارة أبناء المدارس والأهل الفقيد الله يرحمهم يجعل مطوهم الجميع كل احترام على هذه المبادرة وشكرا جزيلا على كل شخص وشخص مشارك في هذا الفيديو وهذه الرسائل كلياتها اللي وصلت لنا نصبح بالخير على ضيوفنا المحميرات كساب محميد نائب رئيس بلدية أم الفحم صباح الخير صباح الخير لك وزكريا غبري مركز فعاليات المبادرة الفحموية أهلا وسهلا فيك ابدأ بنفسك بنا نحكي عنها خبرونا عن الفكرة عن المشروع عن التحضيرات عن أهداف المشروع كمان طبعا بعد تسنامي العنف اللي كان هذا المصطلح الصحيح نعم للأسف الشديد بالفترة الأخيرة بلدية أم الفحم كامت بتحريك الأقصام من خدمات نفسية وشؤون اجتماعية نحو المدارس لفحص وتشخيص الحالات النفسية الموجودة هناك وأيضا هناك مدارس اللي تتكون من تلك العائلة وتلك العائلة اللي كان فيه خصام وفيه بينهم عمليات القتل فكان هناك طبعا راح يشكل خطر على الأولاد أو تشابك كان فيه خطرات بس الحمد لله رب العالمين لم تسجل ولا أي تحالي بالمدارس عندنا أو بالطلاب والنتيجة كانت بعد التشخيص من الشئ الاجتماعي والخدمات النفسية إنه هناك لا الأهالي مقصرين بحق الأولاد طبعا بعد ما شفنا هذه النتائج الفحصات مع مدراء المدارس واللجنة المحلية لأولئة أمور الطلاب قررنا إنه إحنا نبدأ بمشروع اللي هو إبدأ بنفسك ونشجع الأهالي في زيارة في زيارة أبنائهم بالمدارس وتوجهنا عمليا للنجوم كرة القدم العرب توجهنا لعائلات لأولادهم الصغار يعطونا فيديوهات تشجيع بالحمل القوي وطبعا نتوجهنا لبلدية أم الفحم إنه شاركونا إنه يكونوا شركاء معنا بهذا المشروع وبشرط إنه كل الموظفين إنه يعطوهم ساعتين أو ساعة ونص لزيارة الأبناء من الساعة 10 للساعة 12 يطلعوا زي ما إحنا عندنا أولاد برضو عندهم أولاد فمن هون بدت الحملة ومشاركة الحملة شركاءنا كانوا طبعا مركز مسواة الأخ جعفر كل الاحترام إلو محمد بركي كان عضاء كنيسة مثل يونس كان موجود وشخصيات دينية وسياسية ورياضية أشتركت طبعا هذا اليوم مباركين جميعا أستاذ رائد اهتمام البلدية كسلطة محلية أيضا كمنتخبي الجمهور كهذا الجسم في كل ما يجري في البلد هذا يعني في رأس سلم أولوياتك ولكن هذا التعاون مع المبادرة الفحموية أكيد من منطلق إيمانك بالقدرة على التأثير طبعا نحن كبلدية أم الفحم شاركنا بكثير فعاليات مع المبادرة وأنا طبعا برضو أضو مؤسس في المبادرة الفحموية لأنه نحن نؤمن أيضا أنه بالأعمال التطوعية أن نستطيع أن نرتقي في مجتمعنا فنحن نشجع مثل هذه الفعاليات وهي بتعود بالخير طبعا على بلدنا وعلى تغيير نهج الثقافي السائد في مجتمعنا نعم نسأل كمان عن تجاوب الأهل كيف كان بتقدر حضراتكو يعني اللي بحب يجاوب بتجاوب الأهل الطلاب الأطفال كل البلد كيف كانت يعني يا أخي وهل سراح يكون في استمرارية مستقبلا كمان لهذا المشروع يعني أنا بحب أشير لنقطة معينة أنه إحدى الإحصائيات كانت في الفترة الأخيرة أنه الأب بحاور ابنه وبجالس ابنه ثمن دكائك في الأسبوع يعني معدل كل يوم في قريباً دكيكة أو شوية مع ابنه فنحن يعني منحث الأهل والأسرة الأب والأم قاصة يعني أنه يكونوا دائماً بحوار مع الأبناء بمراكبة الأبناء المهم بأساس التربية يعني في جيل الطفول المبكري حتى في جيل الشباب والمراهقة فالطفل بمر في مراحل حساسة جداً في حياته ولذلك الأهل الأب والأم لهم الدور الأساسي والأكبر يعني في تربية وتنشآت الأبناء الأبناء طبعاً يعني أستاذ ذكرية مهمة اللي عم بذكره أستاذ رائد وكأنه فكرتكو أنه هي كإعادة ترابط العائلة بكافة مركباتها ممكن جداً أن يساهم في تغيير هذا المشهد العنيف أو مثل مواصفته تسونامي العنف في بلداتنا العربية أي نعم ولكنها خطوة أولى خطوة أولى وطبعاً بالمبادرة الفحموية إحنا بنينا برنامج ومعرضناهوش على الشارع الفحموي وفيه إنا جلسة بآخر الأسبوع مع مركز مساواة مع الأخ جعفر على أساس أن نعطينا التوصيات الأخيرة كبل ما إحنا نكدمه لبلدات إم الفحم ونبدأ بالفعاليات إبدأ بنفسك رقم 2 وإبدأ بنفسك رقم 3 راح فيه خطوة اللي راح توصل لخمس خطوات اللي هن كلياتين فعاليات توعوية وتربوية بنفس الوقت أستاذ رائد بالنسبة للمشهد الثقافي في إم الفحم لأي درجة داعمين لأي درجة فيه رؤية بعيدة لخطط موجودة على المحك أو موجودة حتى في الأفق؟ يعني بدون شك هناك دور هام وكبير بالنسبة للمؤسسات الثقافية كالمسرح المسرح مهم يعني أعطيني مسرح أعطيك ثورة فالمسرح ممكن أن تبث روح السلم وروح الأخلاق بين الشباب وبين الأطفال من خلال عروض مسرحية وفنية أخرى وأفلام وإلى آخره فالبارح مثلا البارحة تم فتح افتتاح المسرح الفحماوي مسرح وسينماتيك أم الفحم ببارك يعني لأهلنا في أم الفحم فالمسرح بتصور يعني راح يكون هناك تغيير جذري في الثقاف يعني إن شاء الله بكون تغيير لشبابنا وبنعطي مساحة لتفريغ ثقاف الشباب هو مش بس أم الفحم هو كل المحيط والمجاور لأم الفحم كل كمان منطقة المثلث نعم أنا أم الفحم تستقطب وتصدر فن هذا جميل طبعا إن شاء الله راح ينصدر فن خلال هذا المسرح والصرح العظيم اللي فتتح مبارح فخلال هذه المؤسسات إحنا نستطيع أن نرتكب شبابنا ونغير نهج الثقافي السائد في مجتمعنا كالمسرح كملعب رياضية لأنه الشاب النهاية في عنده طاقات بدلا ما تكون سلبية نحن نحن نحكي شاب يعني شاب وصبي صحيح؟ طبعا يعني أمنيكاش طبعا أي شبيح نيكاش في اليوم الصبية هي الأم والأخت هي بش نصف المجتمع هي أغلب المجتمع هي كل مجتمع طبعا يعني أستاذ زكريا المبادرة الفحموية مش أول مرة نحكي على اهتمامكو بالعديد من الجوانب والمجالات اللي بنهاية المطاف عم بتكون أهدافة واضحة وين عم بتصب الاهتمام بالرياضة بالثقافي بالترابط العائلي والأسري مثل ما استتحدثنا يعني هاي الرؤية كيف عم تترجم على أرض الواقع؟ قديش كمان عم بتحسوا أنه يعني الشارع الفحموي متجاوب متفهم وأيضا متعاون لحتى يقدر يقلب المشهد ليكون مشهد أكثر إيجابي بداية نحن لا نؤمن بالحل السحري ولا يمكن أن يكون حل سحري للعنف الموجود وإنما لازم يكون هناك وفق خطة اللي تكون بين سنتين لثلاثة سنين أربعة سنين وكل واحد يأخذ الجانب تبعوه هسوا أنه كداش أنه الشارع متجاوب إحنا يعني أنه مية بالمية متجاوب لأنه ما فيش محدة بالساحة اللي إحنا كان بإم الفحم وغير إم الفحم فالناس عمليا مبسوطة بالفعاليات اليوم تيجي تعمل الفعالية اللي هي تساوي ثلاثمائة ألف شكل بخلال شهر والجيران كل جيران بدون استثناء تيجي وتقدم الدعم المادي والمعنى والمشروب وتساعدك والتكاتف هذا اللي موجود فأظن هذا يدل عساس أنه فيه هناك تجاوب ولكن إحنا طبعا ما إنا صلاحيات اللي نقدر نسيطر على كل الأقصام اللي موجود وإنما بتكون بفعالية اللي هي عبارة عن شراك اللي أكتر يعني إحنا عنا كمان إسبوع ونص عنا فعالية اللي هي مرتون رقم اثنين عملنا الأولاني وإحنا راحين وجينا هنا عندكم مرتون هاي الضور الفعالية اللي مرتون اللي احنا عاملينها طبعا مخذين الشارع الرئيسي اللي هو ثنين كيلومتر ذهابا ثنين كيلومتر إياما مسكرينه بتاتنا أول مرة بتاريخ إم الفحم بتسكر الشارع رئيسي من أوله لآخره على النحتين فكانت معارضة من الشرطة ومن البلدية كنا طول حياتهم مسكر بسبب سيرات الإسعاف والأمبالنسات خلينا نسكروا بإشي اللي مفرح على الأكلم فعالية اللي ناس تمشت تجول تحس بها هذا الشعور فالحمد لله رب العالمين ب11 الشهر ب11 عيال هاي ما قبل شهر رمضان قبل شهر رمضان لتشجيع والتسويق المحلي لأنه عمليات العنف اللي صارت بالأول الأخيرة ضربت اقتصاد إم الفحم ضربتوا يعني مش بس عنف خوف ورعب وكذا وإنما الاقتصاد المحلي طبعا نضرب ترجع بتزدر إن شاء الله شهر المقبل وكمان شوي الأعياد بكل تأكيد العنف حسب رصدكم أستاذ رائد بخف بشهر رمضان ولا كيف بيكون؟ طلا هي ظاهرة العنف يعني حقيقة مش هلكد يعني متفشي في مجتمعنا العربي يعني فيه فرق بين العنف وصلنا لقتل بسلاح محبطة مهيهي إنه فيه فرق بين العنف المجتمعي والعنف الكلامي والعنف الاعتداءات البسيطة أو المشاكل بين الناس وبين الكتل والإجرام فاللي يحدث في مجتمعنا العربي هو إجرام منظم وممنهج من خلال عصابات من خلال السوق السوداء جرائم حيازة سلاح تجارة بالسلاح اطلاق نار والسوق السوداء بإعطاء ديون وبعدها بسدوش الديون للناس فهي برضو حالة اقتصادية بعاني منها مجتمعنا بلجأوا إلى السوق السوداء مشان يوخد دين معين بعدها بصير تصفية الإنسان أو اطلاق النار على بيته فكل هاي الإشكاليات الموجودة هي تنحصر أنا حسب رأي في عالم الإجرام وهذول هم حسب رأي فئة ضئيلة وصغيرة في مجتمعنا اليوم نعاني منه هي جرائم الكتل جرائم الكتل كمجتمع لازم نعلن حالة طوارئ لأنه في المجتمع العربي خمسين بالمئة من جرائم الكتل بتحصل عنا نعم كعام يعني في إسرائيل خمسين بالمئة من الجرائم في الوسط العربي فبتصوري اليوم على لجنة المتابعة وعلى جميع الكياد العربية أعضاء كنيسة رؤساء مجالس بلديات أنهم يوقفوا على الموضوع بشكل جدي لأنه إحنا في حالة خطر طبعا في حالة خطر ووضع طوارئ والحال مأساوي وصلنا على قتل أطفال أبرياء واتفكوا كل المجتمع والأسرة يعني اليوم كانت في ضوابط سابقا يعني ضوابط داخل الأسرة داخل المجتمع بعد يعني اليوم وسائل التواصل الاجتماعي بطال فيه انضباط يعني الأب والإبن يعني الإبن صار يخترك العالم يعني يحكي مع حضرات أخرى صار اختراقات وتداخل ما بين الحضرات فاليوم فيه عدم انضباط وإحنا يعني ما حكناش هذا التطور التكنولوجي والتكني اللي حدث عندنا في المجتمع أستاذ زكريات أنا كان عندي ملاحظة اليوم اللي كابل يمان أن مسك اللي بتوخ التخيخ اللي مرعب البلد كلاته ومسكر البلد فلما أن مسك هذا التخيخ وكم من شاب مسكوه وسلمو له الشرطة فعنا صار عنا نوع من الارتياح وتقول كيف هاي انه يومتما يعني سقطت بغداد ويومتما مسكته مسكه وصدام هي كان عنا الوضع بإم الفحم فأنا على الصبح بدري كميت ونشرت بوست كتبت أنه هذا الشاب الطخيخ اللي أرعب بلدنا وجننا وسراع هو هذا ضحية المجتمع الناس نجنوا كانوا شبت شو بتكتب بعض ما نستنى فيه وانتا يمسكوه ويقتلوه وتكتب عنه ضحية هذا الشاب أمره 18 سنة هذا الشاب أنا كنت أعرفه كابل 16 بالصدف يعني فهذا ضحية يعني وحكيت بالزبط عن أمة المساجد عنا بإم الفحم عنا 30 مجد الثلاثين مجد أنا بإم الفحم يعني تقدر تحكي عن 30 نادي تقدر تحكي عن 30 لجنة صلح تقدر تحكي عن 30 فعالية للأسف الشديد كله بكره عنه مش كله بكره عن وراك يوم الجمعة نقطة مهمة أنت عم تشير عليها معاشات معاشات وتحترم على معاشات 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 ما حد راضي يعطر بهاي الحقيقة هاي حقيقة مؤلمة وموجعي إذا لما بنقتر بثلاث أسبيع إمام مجد بصلاة الفجر وأمة المساجد رابطة أمة المساجد ما تكونش ولا بخطوة بتشجيب بتشجيب مين هي باكي مؤسسة القاتل بتشجيب مين بتشجيب المجرمين بالنسب بيان السكتر من مين بدك الخطوة عفوا من مين بدك الخطوة الخطوة في هناك رابطة اسم رابطة أمة المساجد اللي مسؤول عنها هو الشيخ مشهور ما في تدخل من البلدية عم بزكر زكريا بموضوع بلدي ما إلى رابطة أمة المساجد ما له دخل في البلدية البلدية مؤسس يعني مؤسسة خدمات رسمية لا البلدية تدفع مكيفات زي ما تقول يعني كدش بكسر فوق أهربة مي كذا شغلات أنا بأعتقد إحنا دائما نقول أستاذ زكريا عد عمل طول وقت كان مقدس أوعك تكررش على الشيخ تكررش على المجزد تكررش طب لا أول أخيرته طب أخيرته هذا اللبن 16 طالع بوكتل طالع بوكتل عشان خبسمية شكل وألف شكل لو أنتم تكون نظاركم ساكتين اللجان الشعبية القيادة السياسية لجنة أولياء أمور الطلاب وأساسات البلدية والنضال الشعبي أستاذ زكريا هو اللي ممكن يطلق هاي الصرخة النضال الشعبي هو لما نكتلوا الثنين واللي ممكن يطالب إحنا تابعنا يعني خرجت جماهير في نفس الليلة الولاد كانوا يحكوا مع الضابط مش الكيادة السياسية اللي كاعدة بالخيمة ثلاث أيام تطحى المي وتتخرف على الانتخابات وكبال الشرطة ما حدا كاعد مع الشرطة ما حدا كاعد مع الضابط ما حدا أجاخ التقرير اللي حكوا هم الولاد الصغار معهم للأسف الشديد فيش كيادة بتاتا أكيد هو عمل تكاملي وكل شخص وفرد حتى وجهها لازم أنه يأخذوا دورا لحتى نقدر يعني نتعاون سوية ونغير هذا الواقع نعم أستاذ رايد والخطوات اللي بتوجب على أهالينا أهالي أم الفحم أنه يتخذوها من أجل مواجهة العنف بشكل قطعي حسب رؤيتك يعني أنا حسب رأيي أخر مرة بعود يعني العنف هذا البسيط الموجود في مجتمعنا يعود يعني في البداية على كل أسرة على كل عائلة أنها تكون في ضبط الأبناء ورعاية الأبناء كيف لازم يكون حوار بين الأهل وبين الإبن فعلى الأسرة يعني وعلى العائلة بيكون في الأساس وبعدها طبعا من خلال المؤسسات الثقافية من كبل البلدية ومن كبل الدولة فيعني لا يعقل مثلا 80% من الأسرة الجنائيين المحررين 80% برجعوا على نفس الجنائيات يعني برضو مؤسسة لتأهيل الأسرة مثلا الجنائيين مش موجود عندنا في المنطقة هاي برضو على الدولة يعني إنها تعمل مؤسسة من هالنوع كيف في الوسط اليهودي كمان شاغلي نسبة الطلاق مثلا في الوسط العربي اليوم برضو إحنا بحالة خطر 28% تقريبا نسبة كبيرة يعني وهي تفكك للأسرة والأبناء يعني بالآخر بصفوا بعد الطلاق في أماكن أماكن في الشارع فيش هي مؤسسات تحتويهم هو المفروض معالجة الموضوع أساسا إذا أنت تكون متأكدة تفوت على هاي المؤسسة أما تفوتها أساسا أما نحن يعني في النهاية يعني صرختنا يجب أن تكون يعني مشان ما تضعش البوصلة ضد الشرطة ضد وزارة الأمن الداخلي ضد رئيس الوزراء حكومي لأنه إحنا كمواطنين أولا وأخيرا على دولة إسرائيل نتحمل أمن شخصي لكل فرد ولكل مواطن في حالة عدم حمايتنا يجب أن نلجأ إلى وأيضا ضد أنفسنا وفي مسؤولة باتي مثل ما ذكرنا ولكن يجب أن نبدأ وصرخة وصلت أستاذ زكريا بكل تأكيد نشكر حضوركم تواجدكم معنا في هذا النهار المحامي رائد كساب نائب رئيس بلدية أم الفحم وأستاذ زكريا غبرية مركز فعاليات المبادرة الفحموية شكرا لحظة شكرا لكم شكرا لكم